اشتركوا في القناة الاردني غدا الاربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب في نصف نهاء البطولة العربية لقاء الغد يحمل اهمية كبرى بالنسبة للمارد الاحمر اذ يسعى للفوز على الضيف الاردني لعدة اعتبارات في مقدمتها رد الخسارة التي مني بها بطل مصر في الجولة الاولى من دور المجموعة امام الفيصلي بهدف دون رد بالاضافة الى استكمال مشوار الفريق نحو اللقب العربي الكرة والجماهير يصطديف وليد صلاح الدين نجم الاهل الاسبق للحديث عن اهمية المباراة فنيا وجماهيريا ورأيه في الفريق الاردني وتقييمه لمشوار الاهل في البطولة حتى الان وهل حقق المارد الاحمر اهدافه من المشاركة في البطولة العربية ورأيه في المباراة الثانية التي تجمع بين الفتح المغربي والترجي التونسي وتوقعاته لنتائج الغد ومن سيكون الفائز باللقب العربي من وجهة نظره فتابعونا اشتركوا في القناة وبرحب بحضراتكم الجديد ودلوقتي نستقبل واحد من نجوم النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي دائما بتشوفوه في الاستوديو التحليلي لكن الحوار معانا بشكل مختلف نستفيد من اراءه الفنية وكمان نسأله في بعض الكلام اللي تكلمنا في الاول عن لايحة الاسترشادية بس خلوني في الاول رحب بوحد من نجوم النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي كابتن واليد صلاح الدين برحب بي ازا كابتن مشادي? عمل ليه؟ الحمد لله وببقى سعيد جداً وانت موجود معايا عشرة سنين طويلة وصديق محترم أبنا يخليك انت اللي وحيشني بقى لنا كتير ما تقابلناش انا طبعاً هنا على طول وانت هنا على طول بس ما بنتقبلش الستوديو قعدت وانا مش عارف ايه اللي قادة غريبة اللي عندك دي مش عارف كانك عارف في البيت اعمل ايه كله زال فور الحمد لله عايز نبتدي معاك منين انت راجل صاحب بيت زي ما انت عايز يعني انت صاحب البرنامج ابتدي زي ما انت عايز عايز تتكلم في اللايحة الاسترشادية عايز تتكلم في النادي بشكل عام عايز تتكلم على البطول العربية زي ما انت مرتب يعني خلينا اسألك في اللي احنا كنت بتكلم فيه اللايحة الاسترشادية ملم انت بالموضوع اه طبعاً عايز تقول في ايه فضل يعني ببساطة شديدة هو حق اصيل لكل نادي انك لازم الجمعية العمومية بتاعت كل نادي هي اللي تقرر مصير النادي ده أنا النهاردة كعوض بدفع رقم مش قليل علشان أبقى عوض وعامل في النادي الأهلي أو في النادي الصيد أو في الجزيرة أو في أي نادي من أنديت مصر طبعا الزمالكوية في نادي الزمالك وهكذا أنا لازم يبقى لي حق تقرير مصيري أنا جوى النادي فبالتالي ده اللي تعودنا عليه طول عمرنا النهاردة طبعا مصر بتتغير وحصل بند 8 سنوات دخل وطلع وكان عليه اعتراض وخلاف كتير وكان فيه بنود كتير قوي ما تمشيش مع الدستور وما تمشيش مع القانون وإحنا بنوفق أوضاع البلد كلها دي حقيقة لكن في الآخر أنا النهاردة اسم النادي الأهلي وكياني النادي الأهلي مع الزمالك طبعا والأنديات كبيرة كان لازم يكون ليهم تواجد وأنا بكتب لا يحس ترشدين ده رقم واحد ده هنا في يعني علامة استفهام كبيرة جدا أنت النهاردة عندك واحد من أكبر الأندية في الوطن العربي كل وفي الشرق الأوسط كل أنا إزاي ما أخدش رأيه وأنا بحط ليحة بتتحكم في مصيره أدي واحدة خد بالك الجمعية العمومية اللي جاية دي أهم من الجمعية العمومية بتاعت الانتخابات بمعنى أنك أنت الـ 12500 لو جم أو مجوش هم بيؤثروا بشكل كبير جدا في مصير النادي يعني أنت في الانتخابات أنت بتختار رئيس بس تختار رئيس بالقايمة بتاعته خلاص أو بتختار رئيس من هنا وبتختار أنت اللي مقتنع بيهم كأفراد بس أنت ما بتعملش حاجة تانية لكن اللي بيحط اللوايح والنظم والقواعد هي اللايحة اللايحة اللي النادي بيمشي عليها لغاية لما تتغير فالنهاردة يعني أنا شخصيا بطالب كل أعضاء النادي الآلي أن هم يعملوا حاجة تاريخية تعالى وقل رأيك عايز بقى بند التمان سنين مش عايزه وعايز تحط بنود انتا عايز بند التجنيد تحطه تلغيه عايز بند المؤهل العالي في ناس كتير جدا مثلا أنا واحد من اللي مش مقتنعين ببند المؤهل العالي مثلا وجهت نظري أنا بشوف أن في عبقرة عبقرة ومعديين كمان العبقرية وهم مؤهلات متوسطة أنا أشوف أن الدستور نفسه الحتة دي بالذات هيبقى فيها تمييز لو أنت ميزت أنا وجهت نظري كده وجهت نظري أن أنا طالما عضو في النادي ودفعت فلوس وخدت كرنيه أنا بالكرنيه ده يحق ليه الترشف هنا أرجع لوعي جمعية العمومية كابتن شادي أنا النهاردة شادي محمد متقدم وهو مثلا هندسة ووليد متقدم وهو مثلا معاه إعدادية هنا بقى الجمعية العمومية هي اللي تختار هي اللي تختار رئيس النادي تختار الأعضاء تختار برحيطها هي برضو فأدي مثلا بند أنا مختلف عليه أنا شايف أن اللجنة الأولمبية كانت صح في أنها ما يبقاش فيه تمييز وما يبقاش شرط المؤهل هو الشرط الأساسي للترشف مثلا تعال بقى أنا وجهة نظري كعضو عامل في النادي الآلي لا أنا مش عايزك أنت تجبرني على لاحظ ترشدين أنت تجبرني عليها ليه أنت مالك إذا كان النادي ده بتاعنا أنا اللي دفع فيه الفلوس أنت لقيت تحطيلي بنود أنا مش مستريح لها بلك كم سنة كابتن وليد في النادي الآلي من بعد ما بطلت كله لا من أول ما دخلت من أول ما دخلت لغاية دلوقتي أول دخلت عندي عشر سنين عشر سنين نصقل حداشر سنة وأنا دلوقتي ستة واربعين يبقى حوالي خمسة وثلاثين سنة خمسة وثلاثين سنة قبل كده حد فرض عن نادي الأهلي لوائح طول المدة اللي أنت أكيد بيتتابع الانتخابات أنا عارف اللي أنت بتروح في الانتخابات على طوله متوجد في النادي فيه لوائحة تفرضت عن نادي الأهلي وخلينا نقول أن الدنيا كلها تغيرت يعني خلينا نقول أننا في عهد جديد وفي ألفية جديدة وعايز أقول لك زمان ما كانش فيه الكلام ده خالص وما كانش خد بالك ما كانش فيه حرية للصوف زمان يعني زمان أيام زمان بقى في البلد في مصر ما كانش فيه الحرية دي دلوقتي أنت بتختلف وتعترض وممكن تعترض على الحكومة وممكن تعترض على رئيس النادي وتعترض على مجلس الإدارة وتقول لا أنا شايف أن الحاجة اللي أنتو عاملنا دي غلط وأنا شايف مثلا أن الموضوع ده عايز يتنزق دلوقتي بقى فيه حرية وبقى فيه كل واحد فعلا بياخد حقه بصوته وبمشاركته فالنهاردة أنا ما عرفش أنا شايف أن ده يعني شيء غريب غريب المفروض على اللجنة الأولمبية اللي هي أصلا جاية في العهد الجديد اللي المفروض من البلد دلوقتي نتوسع الديمقراطية نباش في حاجة اسمها هو كده والنسبة المشاركة تبقى أكبر أنت عامل إيه؟ أنت عامل هو كده إذا كان عجبكم طب أنا طب أنا افرط بقدرتش أجيب 12500 عضو والدنيا حر نار ومصيف والناس في الصيف والناس أصلا أصلا في انتخابات الرئاسة ما بتنزلش واللي بينزل أوليه جدا عدد نسبة أوليه جدا بالنسبة للشعب فأنت النهاردة بتجبرني على شيء فيه لو يدريها طب ليه؟ طب ما إحنا نوصل برضو أنا تاني مش مع حد ضد حد بس أنا عايز أسأل سؤالي كل حاجة في الدنيا لو فيه نية صفية لو فيه صفاء نية نواية تقدر تتحل أنا أقدر أحلها بإني أخفض العدد ده أنزل بالنسبة دي بما يتلائم مع العقل بما يتلائم مع الظروف المحيطة مع طبيعة النادي الجزيرة والعادة ده مش هيقدر عشان المساحة كابتن وليد كل الأسباب إنت النهاردة هتجيب إذا لو جيه ربعهم المساحة هتحط عربتك فيه بس أنا شايف أن الاتفاق أو الاتفاق في الرؤى أو أو أن إحنا نقعد على ترابيزة واحدة ونحاول نقرب وجهات النظر ده الطبيعي المفروض في كل أنواع الحياة لكن في الرياضة المفروض أكتر المفروض أنت بتدور على مصلحة البلد الرياضة في البلد وأنا كمان كنادي نادي أهلي وزمالك وإسماعيلي ومصري واتحاد وكل الأندية أنا كمان بدور على مصلحة الرياضة في نفس البلد فبالتالي طب ما نقعد مع بعض ما يقعد اللجنة الأولمبية وتقعد وزارة الرياضة شباب الرياضة وتقعد الأندية ممثلة في بعض القامات الكبيرة اللي يقتنع بها الأندية ونقعد نحل حل وسط يعني بدل ما تبقى النسبة مثلا سبعة ونصف في المية وتمانية في المية وعشر في المية ما تخليها مثلا أربعة في المية تبقى أنت سهلت علي وأنا سهلت علي تعال نقرض من بعض في البنود نفسها نتناقش وهو ده اللي كان النادي الأهلي عايزه ونادي الزمالك كل الأندية قالت يا جماعة وإنتوا بتعملوا لا يحس ترشده ما تجيبونا نقط معاكم واحنا يعني إحنا مش غرب دعنا لجوه الموضوع أساسا أنا أكيد مجتنع بكلام حضرتك وده اللي إحنا بنقوله أي حاجة فيها لوايح بقعد النادي الأهلي نادي كبير أنا بتكلم على نادية وموقفه اللي هو لازم أستشير الكبير أتكلم مع الكبير الغريب كمان بالنسبة لكابتن وليد في البعض تمام كله زي الفل واللاحة زي الفل كل حاجة زي الفل مع أن فيها لوجك كده كابتن وليد ده الخدمة العسكرية مش موضوع تحط عشان ناس معانا خلنا نتكلم بأمانة وبصراح ده حتى دي بيقولولها تعظيم سلام وفي الآخر نطلع نقول لك جنودنا على الحدود وتلاقي نفس الأشعار وشاء الله بقاء لله وربنا يصبر طيب ما تعمل ده على أرض الواقع وهو في الآخر أنت يعني مقتنع ببعض البنود واللي قدامك مقتنع ببنود أخرى لازم الحوار إحنا هي الديمقراطية في العالم كلها بتقول كده أن أنت تقول رأيك وأنا أقول رأيي ونقض على ترابيزها واحدة نحاول نوصل لحل يرضي جميع الأطراف ما وصلناش يبقى أنت برضو تبقى معقول ومقنع في أن أنت النسبة اللي جاية دي يعني ماذا يدير اللجنة الأولمبية لو النسبة دي مثلا خمس تلاف من 12500 إيه المشكلة ما هي في الآخر أنت يا ابني بتاخد حاجة اسمها حاجة اسمها إيه استطلاع رأي يعني أنت ما هو المئة مليون الشعب المصري المئة مليون مش كلهم بينزلوا وينتخبوا الرئيس لكن اللي بينزل لو نزل مثلا عشرة مليون هو العشرة هم المئة لا بس ممثلين عن المئة صح هي ده بالعقل كده أنت النهاردة لما تعوز تقول مين أحسن نادي في مصر هتروح تسأل المئة مليون ولا بتروح مثلا اسكندرية تسأل شوية تروح أسوان تسأل شوية تروح السويس تسأل شوية يبقى أنت بتاخد استطلاع رأي من كل حتة صح ولا لا مش قصة لو قالوا لك النادي الأهلي يبقى النادي الأهلي لو قالوا لك النادي الزمالك يبقى النادي الزمالك لكن أنت النهاردة ايه المشكلة أن أنت بتعجزني ليه هي دي النقطة وبعد كده بقى ندخل في تفاصيل التفاصيل هو فرع واحد ولا فرعين هو يوم واحد ولا يومين على فكرة يقول لك الأهلي يقول فرقهم إذا عملت التفريقة يقول لك ده بص أنا سمعت المكالمة غريبة جدا قال لك قال لك العضو دفع فيه واحد دفع تلتو بيت ربعمائة ألف واحد دفع مش عب خمسين ست هكرنهم ببعض والأهلي اللي بيعنا التفريقة والأهلي اللي بتعمل أولا نحن ضد كلمة فروع كلهم النادي الأهلي أساسا فعايز تقول حاجة تاني في لاحل لا لا كلام مزبوط بس أنا يعني كنت أتمنى وبرضو أتمنى تاني في مشوار الرياضة الجديد في مشوار البلد الجديد أن يا جماعة نقعد ونتناقش هي الديمقراطية في العالم كله كده إذا كان في سياسة أو في اقتصاد أو في السياحة أو في الرياضة نازم نقعد ونتناقش لما نتناقش أنت هتقول حاجة ممكن تعجبني فكرة وأنا هقول لك فكرة احتمال تعجبك صح ونوصل بيها لحل وسط لكن فكرة أن أنت تضغط علي علشان مصالح ويبقى المصالح هي اللي بتحكمنا أنا مش عايز ده وإنت مش عايز ده وإنت عايز ده بعينه وإنا مش عايز ده بعينه ونبتدي نعمل كده هيبقى برضو تاني هنرجع لما قبل الصورة ولما قبل ومصر القديمة تاني هنرجع يبقى اللي يقول كلمة هيتفرم واللي يقول رأي مش عارف إيه وهيبقى فيه حاجات تعجيزية وهيبقى فيه مشكلة فيه ناس بتعشق كده الوضع ده عايزة طول الوقت تبقى حتى نفسها في القلب وده غير مقبول إحنا بالنسبة لنا التفكيري وتفكيرك والناس ماتت ليه والناس اللي ماتت ماتت ليه طيب الناس اللي كان اللي ضحت بنفسها دي واللي ماتوا ده كله علشان إحنا نخرج بره الحتة دي بره حتة بالعافية هو كده إزا كان هو كده يا عم أنا أنا عم هندسة هتشغلني الدكتور ليه هو كده إنت بعد ده إحنا عايزين نخرج بره دي يعني حتى لو في بيبقى حاجة اسمها يا كده شادي نسبة يعني نسبة آه نسبة خطأ هو النادي القالي ما فيه مشاكل لا فيه مشاكل بس أقل نسبة مشاكل في الأندية كلها صح بس إحنا مش عايزين إحنا مش في المدينة الفاضلة آه إنت بتحب فلان وأنا بحب فلان وأنت ليك مصلحة هنا وأنا ليه مصلحة بس في الآخر خلينا نتفق على إن إحنا يبقى النسبة دي ما تبقاش ما تبقاش معدية الخمسين في المية يعني يعني يبقى نسبة بس خمسة في المية عشرة في المية عايز تجامل حد عايز تقماشي لكن إن إنت توصل بالمجاملة تبقى هي الأساس وهي القاعدة واللي استثناء إنك تعمل الطبيعي هو ده اللي إحنا بنقوله وأنا الحمد لله اللي إنت بتكلم كل اللي معانا وكل اللي بنقاشهم بيتكلمه في نفس الكلام المحترم كابتن وديد اللي إنت بتقوله هخرج من قصة إليحة الاسترشادية وحكلمك في اللغة اللي تقال كنجمة من نجوم النادي الأهلي وصحنا من نوم النادي الأهلي متزبط له القرع عشان يقابل فيصالي والكلام ده أكيد حضاك متابعه هتقول إيه في القصة دي كلها متزبطة إزاي إذا كان الممثلين بتاع الأندية هم اللي صح هو أي وغبه وخلاص يعني هو الأربع كور دول كانوا موجودين أول واحد طلع بتاع الفتح الرباط هو اللي سحب وتاني واحد كان بتاع الترجي هو اللي سأل يعني هم قابلوا بعض يعني هو حركة زكية جدا من المنظمين إن خلوا ممثلي الأندية كانت فساد عبد الحفيظ حتى سحب يعني كل الأندية سحبت من ممثليها فما فيش بالعكس ده هي لو متزبطة كان من الأول الأهلي تاني المجموعة الأولى يلاعب الفتح أأمل لنا يعني أنت بالعكس أنت لما حطت الكور كلها أنت كنت وارد أنك تقابل الترجي صح فلكن إحنا اللي نقوله إيه مكسب كبير جدا جدا رجوع الدورة العربية والبطولة العربية مكسب كبير جدا ومش هتعرفوه دلوقتي هتعرفوه بعدين عشان أنت شاركت في أحد البطولات أعتقد خمسة وتسعين أو ستسوء شاركت في حوالي خمس بطولات خدنا منهم أربعة وخسرنا واحدة تقريبا مع الهلال السعودي تقريبا الفكرة أنت بتستفيد من كل الأوجه أولا رقم واحد بتعرف أنت فين من الكورة العربية إحنا ما بنلعبش الكورة العربية خالص يعني أنا أنا من أمنياتي دلوقتي أن أنا أشوف الأهلي فول تيم بيلعب العين فول تيم عايز أتفرج الأهلي ضد العين مين أقوى أنا طبعا بحب العين جدا وامتبعهم من ساعة أصمواج جيان وعموري وكل النجوم الكبيرة عايز أشوف الفرقة دي ضد الفرقة دي شكلنا إيه ومكاننا فين النهاردة أنت لما بتلعب اتحاد جدى السعودي النهاردة لما بتلعب النص النهاردة لما بتلعب الهلال إحنا فين من الكورة العربية خصوصا آسيا وآسيا فين من أفريقيا دي نقطة مهمة جدا فدي بداية كويسة أتمنى أن احنا نبني عليها السنة الجاية إن شاء الله تكون في السعودية تكون في الإمارات تكون في في تونس في المغرب في الجزائر تكون في أي دولة أتمنى زيادة أربع فرق كمان أتمنى أن يكون فيه أربع مجموعات كل مجموعة أربع فرق ويطلع أول وثاني يوصل أول وثاني من كل مجموعة وابتدي من دور التمانية ألعب لوك آوت بخروج المغلوب ونبقى كاس عالم مصغر يعني تبقى بطولة قوية جدا مكسب مدي غير طبيعي أتكلم في خمسين مليون جنيه دي ميزانيات أندية مش أندية ده ميزانيات يعني أساسات كبيرة فبالتالي وبعدين بتتكلم على محتوى فني عالي جدا تتراجي قوي جدا أنت لو كان الهلال السعودي ده جالك فول تيم لو كان جالك بالفريق الأساسي موضوع تاني خالص الوحدة الإماراتي مش كده لو كان جلعين يعني البطولة دي لو زودتنها أربع فرق تزود بقى مثلا من مصر للتحاد السكندري بما أنها بتتعامل مثلا في اسكندرية ممكن أزود الإسماعيلي أزود بقى من الإمارات العين أزود مثلا من من السعودية التحاد جدد السعودي أهل جدد يعني تزود أربع فرق من الأردن يجي الوحدات مع الفيصالي وهكذا تعمل بطولة قوية جدا تزبط توقيتها ما يبقاش التوقيت ده ترجع تاني زي ما كنا نحن بنلعبها نحن كنا بنلعبها في شهر خمسة أو ستة كانت بتبقى نار كان بيبقى أنت خلصت الدوري وتروح داخل على البطولة العربية كله جاي توقيتها بس توقيتها طبعا السنة دي هو بس ما فيهش حاجة يعني الرجوع محمود وبشكر المنظمين على البطولة العربية بشكر كل اللي شاركوا وساهموا اديتك متعة قد إيه وجود الجمهور مثلا وجود الجمهور بص الأستاذ اسكندرية تحفى وهو مقفول في مباراة الزمالك حاجة تحفى يعني بص المباراة الأهلي كمان يعني إن شاء الله بإذن الله لو الأهلي وصل للنهائي كمان يعني أتمنى أنك افتح بال الأستاذ كله كابتن وليد عايزة أكلمك مشوار البطولة من الأول في نقاط مهمة كده كنا بنتكلم فيها مع جماهيرنا طول الوقت البداية المشوار كابتن أحمد عيوب هو اللي بكود المهمة اللي أنا بحييه تحية كبيرة جدا بنتكلم على مجموعة من لعبة واخدراحة حتى جزء من جماهير النادي الأهلي قال لك أنا مش أحضر البطولة وسأل لك إيه من الرسالة دي لا بصوا أنا هقسمها هقسمها لكذا نوع واحد كابتن حسام البدري ما يكونش موجود ده غلط من وجهة نظر طبعا عنده ظروف وسرية خلاص هنحترمها لكن أنا كنت أتمنى أن الكابتن حسامي يكون موجود من أول يوم لأن ده بيطفي على البطولة أحسن مدير فني في البطولة أكتر مدير فني أقوى مدير فني الأقوى نادي مرشح الأول للبطولة فلازم كان يبقى موجود دي واحدة اتنين أنا ممكن فنيا عشان توقيت البطولة ممكن كل واحد بيشتغل فني بما يترقى له لمصلحة الفريق فدي ما فعاش مشكلة أنا رايح لعيبة ده حاجة تخصني الهلال السعودي عامل كده الوحدة مش جاي بكل الفرقة التراجي التونسي فيه ناس كتير جدا ما لعبتش فرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف وخليل شمام النجوم الدولية وفيه الناس محمد أمين بن عمر يعني يعني نجوم متميزة وممكن أنا ما أبتديش بيهم لكن في الآخر توقيت البطولة أكبرني على الاشتراك أنا ماينفعش وأنا جيت معاك قبل كده أو قلنا في الستوديوهات ماينفعش البطولة العربية تبقى في مصر والأهلي مش موجود أو الزمالك مش موجود لازم كنت تشترك لكن الناحية الفنية دي أنا قادرها براحتي ابتدينا البطولة تمام من وجهة نظري وإحنا قلنا الكلام ده في الستوديو كابتن ربيع عسين طبعا كابتننا الكبير وكابتن سامير كاممونة مع كابتن محمد فاروق وكابتن ميدو أكدنا من أول لحظة النادي الأهلي ليه أهداف معينة من البطولة واحد المشاركة لأن دي حاجة سياسية اتنين حاجة سياحية تلاتة حاجة اجتماعية وعربية أربعة أشوف كل اللعيبة اللي ما لعبتش خمسة أريح اللعيبة الأساسية وطلع لعيبة زي أكرم توفيق زي عمر بركات عمر بركات زي باسم علي يرجع تاني زي حسين السيد يرجع تاني وليد أزارو أشوفه الوافد الجديد إسلام محارب اللي لسه داخل على الفريق كريم ندفد ونقعد بقى نعد فرقة كاملة محمد الشناوي أحد مكاسب البطولة بغض النظر عن الهدف ده اللي دخل بس شايل النادي الأهلي في ثلاث مباريات في مواقف صعبة جدا أولا كالحابة يعني عشان نكمل بس الجملة دي في نفس المباراة اللي هو جاه فيه على فكرة شايل اتنين صعبين جدا كممكن يبقى عنده عنده السببات انفعالي فالدنيا تهرب منه وده اللي احنا أكدنا عليه في الستوديو فبالتالي احنا كان لنا أهداف كنادي أهلي معينة من البطولة حلو كده الأهداف دي كانت هتروح في أول مباراة ما فيهاش حاجة خلاص اتغلبنا ما فيهاش مشكلة وممكن كنت تطلع من البطولة برضو ما فيهاش مشكلة خدت تلات ماتشات وجربت اللعيبة وديت فرص وقفت على حالة اللعيبة طيب اللعيبة بقى طلعوا رجالة هنيعمل ايه طلعوا رجالة وكسروا الدنيا وكذبوا الماتشم وخلاك حتك في مأزق النهاردة كابتن حسام البدري في مأزق انا بقولك كابتن حسام النهاردة في مأزق ليه لعب مين ولا مين لعب علي معلول ورالي حسن اللي مكسر الدنيا طب لعب حسام عشور ورالي السولية حسام غالي واكرم توفيق اللي مكسرين الدنيا طب ألاعب عمر بركات الواحد من الهدفين ولا لعب صارح جمعة ولا قاعد الاثنين ولا لعب عبدالله السعيد طب ألاعب كريم ندفد ولا لعب مؤمن زكريا طب ألاعب أجاييه ولا قاعد وليد أزارو وحط أجاييه ما دي مشكلة مشكلة حلوة للمدير الفني بس في الآخر الناس أجبرتك على احترامه صح الأول كان يقولك الأهلي وفرقة أساسية وبتشتروا ناس ما بتستفيدوش منها طب تعال أنت بقى وحط الفرقة بقى أنت دي الوقت هدين أبره اختار بقى أنت بقى شوف هتختار مين طبعا هتختار فالنادي الأهلي النهاردة ما شاء الله عنده تلت فرق تلت فرق مش فرقة واحدة تلت فرق كل مركز بقى فيه تلاتة تروح ناحية اليمين نمرة واحد أحمد فتحي نمرة اثنين محمد هاني نمرة ثلاثة باسم علي تروح ناحية الشمال علي معلول صبر رحيل حسين السيد تروح هنا هتلاقي ثلاثة تروح هنا هتلاقي ثلاثة وكمان غير اللي جيل لك يعني ناحية اليمين هتلاقي وليد سليمان وهتلاقي حمودي وهتلاقي ميدو جابر بس لا ده احنا جبنا لك إسلام محارد بس لا ده احنا رجعنا لك أحمد الشيخ فالنادي الأهلي بيقوي نفسه ما فيهش حاجة يعني فيه كلام كتير طبعا وحاجات كتير بتتقال للأسف في الإعلام غلط يعني يقولك مثلا يعني يقولك مثلا النادي الأهلي بيكسب بطولات ولا ما بيكسبش بيكسب أدي تحقيق أول حاجة وأهم حاجة لأن انت ما بتكسب بطولات الرانكينج بتاعك بيعلى الريكورد بتاعك بيزيد في البطولات بتبتدي تصنف بشكل معين أدي واحد صح جماهريتك بتزيد أدي اتنين تلاتة هو أنا لما باشتري اللعيبة دي أما جبت هجام محمد أو حمودي أو إسلام محارب أو عمر بركات أو وليد أزارو هو أنا عمال أدفع فلوس كده بسفة وبخسر ولا أنا في الميزانية بكسب بكسب طيب يبقى يبقى أنت ليه سايب دي وماسك دي يبقى أنا في عوامل معينة بحسبها رقم واحد البطولات رقم اتنين بعد البيع والشرة هو أنا بشتري بس ولا بشتري وببيع بشتري وببيع لما بشتري وببيع بكسب ولا بخسر بكسب لو أنا بكسب بطولات وبكسب فلوس كتير جدا واحد زي أحجازي 23 مليون جنيه زائد إنه لو لو أنجز السنة دي زي تريزي جيه كده وكمل هيدين 4 مليون يورو يعني أنت بتكلم صفقة معدية الميت مليون طب ده النهاردة البطولة العربية لو أنا ما عنديش الكتيبة دي أخسرها من أول موشين صح لكن أنا بالكتيبة دي أنا النهاردة بقى شوف أنا كنت بقولك إحنا دخلين البطولة العربية بأهداف معينة النهاردة أنا بغير أهدافي و أنا قلت زيك نفس الكلام كواليد صلاح الدين أو واحد أنا كنت داخل بصراحة أنا كنت داخل لا ليه أهداف معينة بجرب اللعيبة بشوف اللعيبة برايح الأساسيين دي هدف هدف اجتماعي هدف سياسي لا أنا غيرت دلوقت أنا واحد من محب النادي الآلي أو كنت بلعب في النادي الآلي لا أنا عايز البطول هفرط ليه في 50 مليون في مطشين ليه إذا كنت أنا المفروض إن المرشح لا لا موتوا نفسكو بقى وهاتوا البطولة دي صح فأنا النهاردة طالما اللعيبة دي كلها موجودة هو ده سبب من الأسباب اللي خلاني أضغط في المطشين وأكسب المباراة اللي احنا شايفينها قدامنا دي يستحيل الضغط ده كله بالسبع وتمن وتسع لعيبة جهة تمنتاشر غير لما يكونوا لعيبة كويس بصوا المنظر بصوا المنظر بصوا كم لعيب بصوا محافظين على هجمز زي بص يعني أنا لو مش جايب لعيبة كويسة مش هيوقفوني على رجل خد بالك الكرة في العالم كله رقم واحد لعيبة وبعد كده يجي أي حاجة معلش معكمل الاحترام بقى لكل العناصر أجهزة فنية وجماهير ومن اللي حيتبق لي بص اللعيب اللعيب الدنيا كلها مقلوبة في برشلونة على نمار لأن انت بنيمار حاجة ومن غير نمار حاجة تاني خالص انت جايب خمسة ستة سبع حوا لو فقطت اتنين هتبقى فيه مشكلة في برشلونة الريال لما كريستيانو مبنعتش تسألين لي يا كابتن وليد من الموضوع ما احنا بنجي مع الوري من الدوري من لكم احنا بنقط عليكم كده كده لا بقول لك كيب طب عالز هسألك سوال هسألك سوال هسألك سوال بص لجوا الكابتن وليد بعد الأهلي متعصب جدا لبرشل أول ما بيخسر بيلاه أول تليفون منه هسألك سوال فني هسألك سوال فني انا اللي بسأل على فكرة مش هديك فرصة اعتبرتي مقدم لثانية انتو كسبتوا الدوري تمام وكسبتوا الشامبيونز أعلى مسابقة في العالم تمام بعد كاس العالم حلو كده كسبتوا بتلطين انا بحقيقوا عليهم وفرقة كبيرة جدا مين الفريق اللي في العالم كله حطوا عليكم برضه وانتو كسبانين أعلى بتلطين يا بص انتو علمتوا على الباير اقول لك الحاجة اقول لك الحاجة انا بقى المؤامرة الكونية اللي بتحصل مع النادي الاهلي في مصر برضو في الاخر التاريخ كتب كتب الخط انا كنت هجيلك بتشيرت برشبولي والله العظيم بعدين قلت عشت تغيتي عملكوا التشيرت كده في السنتياجو برنابيو قال لك انتو بصوا تكسبوا الدنيا كلها وتيجوا عندنا تبقى اسألك سؤال لما بتكسب بالبطولة الدوري بيجي يجي يجيب لك مطش مطش ولا بيقول لك الاهلي اخد الدوري التسعة وثلاثين لا لا انتو بطل الدوري دي بقى المؤامرة الكونية اللي في مصر يعني نفس الموضوع بالزر لا لا انا معندش دي انتو بطل الدوري وتستحقه وبطل الابطال اوروبا وتستحقه انا بغضل لكن احنا بنحط عليكم على الانتوارد اه لكن عايز اواردد قيمة اللعيب في كل حتة كوتينيو النهاردة هم عايزينه من ليفربول مثلا وصلوا العرض المئة مليون دولار او مئة مليون يورو ومش راضي يورجين كلوب مش راضي النهاردة بيقدم واحدة برضو من احلى مبارات وصلاح متقلق طبق وعملين دوتو جميل بس انا ببوريك ان اللاعب مهم جدا لو انت مقدرتش ان انت تجيب في النادي بتاعك لعيبة ايه ده اللي احنا عملنا مع النادي الاتحاد السكندري احنا عملنا ايه كابت المختار السنة اللي فاتت يعني عنينة جدا لغات لما النادي الاتحاد قعد في الدوري اول السنة دي عملت ايه جبت نورو السيد وجبت خلد امر وجبت حازم امام وجبت كابونجو وكاسونجو وجبت سالم وجبت خلد الغندور وجبت الشيخ احمد الشيخ وجبت خلد الغندور وجبت يعني مجموعة كبيرة يعني جبت مجموعة انت طول بقلك قد ايه بقلك قد ايه ما سمعتش ان النادي الاتحاد ما بينفس على الهبوط كتير السنة دي ايه سابع سادس خامس عشان مجموعة اللعيبة زي ما انت بتقول عمرك منزلت عن المركز الثامن اقصى حاجة يعني الناس بتهاتي تحت 18 نادي وانت بتلعب في حتة لامان اه والجمهور يستمتع بص خد بالك ده اللعيبة عنصر غاية في الاهمية من غير اللعيبة المدرد مش هيقدر ينفس من غير كونتو ما كانش مسترمان الجزيرة يقدر يعني كده من غير اللعيبة اللي موجودة دلوقتي الشخصيات حسام غالي وعماد متعب وحسام عشور وشريف اكرامي ونجيب المجموعة دي عبدالله السعيد المجموعة الكديرة دي ما يقدرش الكابتال حسام البدر يعمل حاجة ما يقدرش لو النهاردة اديت له مجموعة ناشئين انت شايف الناشئ لما بيطلع بص اكرام توفيق عمل كان خلاص هيعاية طول المدة اللي ما فهاش حاجة ما تبصي غلط المشكلة وتغلط ويجي منك جون ما فيش مشكلة هي الكرة كده بس أنا كنادي استحمل قد ايه لكن لما يبقى معايا اكرام توفيق ومعايا حسام عشور لا موضوع تاني بتطمن ويطلع الناشئ ياخد له اللغبطة زي ما هو عايز على فكرة اللي احنا بنتكلم فيه تواصل اجيال فيلم ملعب كمان مش على المستوى بمعنى ايه بمعنى النهاردة اكرام توفيق من اللي بيلعبه قدام وهو قاعد بصراحة بيلعب حسام عشور باكتر حسام غالي بيلعب عمر السلاي وانا قاعد كابتن وليد اللي انا هقولولك دلوقتي ده يلخص امور كتير مع العبه كتير فالنهاردة اكرام توفيق قاعد ما بيلعبش عشان خاطر السلاسي ده بيلعب اتنين ويقعد واحد ويبقى تغييره وكتن احنا بيبقى اخر النهاردة جات بفرصة اللي قاعد ما تستغربش اللي عمله عدك لانه شارب اللي العب ده ما فيش حاجة اسمها تعادل فيه مكسب بس ما تستغربش اللي عمله عدك ما سيبقى هو ما كانش بيبقى عشان بسها غالب هو شارب خلاص النادي الالف عايز يكسب بأي طريقة وفيه حاجات كمان تانية يا شادي ما بتبقاش ما بتبقاش ظهرة للناس لكن هي موجودة في اصل المكسب بتاعك بالروح والحمس والرجول النهاردة انت في الهدف بتاع عمر بركات انت فيه حاجات كتير جدا انت مش شايفها فيه ناشئين في النادي فيه ناشئ في النادي عنده عشر سنين كان هيعيط لو انت اتغلب فلما بتكسب بيقوم يتشألب الولد ده ممكن يبقى نجم النادي الاهلي ونجم مصر بعد كده بس انت بتدي له دلوقتي دروس وبتدي له روح الناس الاهلوية اللي في المصي وفي اللي قاعد على البحر اما انت تحسن نفسيتها وما يجلهاش ولا ضغط ولا سكر ويرتاحه او الله انت بتعمل حاجات بس هي مش ظهرة لكن هي فعلا نتائج للي انت بتعمله من ايه من انت جايب لعيبة كويسة من انك عندك منظومة مضبوطة هات الهدف كده هات الهدف كده عمرو راكت لا قبل ما نجيبه لازم اقولك دي احنا بندردش مع بعض وبنحكي بعض امور وبنوعي الجمائل وفي مواقف بتحصل حقيقية مش الهدف ان انت تكسب بس ان وراء الجيش اهم الاهلوية عايزين يفرحوا انا كنت مسافر وكان مجموعة من الاهلوية كبيرة جدا قاعدة وشاشات كتيرة جدا مجمع كفهات كبيرة تعرف يا كابتن وليد لما جال هدف اتعمر بركات ايه اللي حصل الناس كلها بقى بتجري انا طبعا متماسك شوية عايز اعمل زيهم بس قلبي كان حيوقف قلت الان هيخسر في عادين جال هدف انت ما شفتش هنا انت عبد اللي حصل الناس سابت اماكنها وجري والناس تحضن بعض ما تعرفش بعض هو ده الاهلي وعبقريته انت بتفرح جمهورك في كل مكان وعايزين نأكد عايزين نأكد على حاجة برضو نأكد عليها دلوقتي في وقت الفرح لو ما كناش كسبنا ولو كنا اتغلبنا ولو كنا طلعنا من البطولة كان يبقى فيه احترام للنادي ده الله ينور علي يبقى فيه احترام للفريق لانه هو اسعدك كتير يعني انا كنت قاعد انا وكان مونة وكانت الربيع طبعا خلاص فاضل دقيقتين يعني غلق وهنطلع على الهوى وطبعا يعني تبقى خيمة دي النادي الآن طلع من البطولة تبقى انت يعني كمان هيبقى ساعة متعبة جدا بالنسبة لك يعني ساعة داي ومع ذلك انت خلاص مثلا اهلت نفسك ان انت خلاص برا البطولة وطلعت برا البطولة ايه ايه هتحترم الفريق ده وهتحترم النادي ده ليه لان كل واحد بيجري في كل حت يعني انا النهاردة انا مش مصدق عمر بركات ملعبش مطشين في النادي الآن واسلام محارب ملعب بيجروا يعني بص الرسالة اللي بتوصل لكل الناس كابتن وليد احاولك الحاجة في الموضوع ده لازم نقف عن ده يعني مثلا كنا بنتكلم كان يبقى في حالة غضب طبعا الاهل خسر بس انا دورنا واحنا منكلا عشان مرينا بالمواقف دي قبل كده اللعبة اثرت في الملعب لأ حصل المدير الفني من غير الاهداف اللي جات يعني التغييرين متع بلمس الكرة وعمر بركات بعدها التغييرين صح لو ما كانش حصل ده خلاص الناس عملت كل حاجة بقيت اهداف كتير وصلت فيه روح في كل كرة مشتركة عملوا اللي احنا بنطلبينه منهم صح فمن هنا ما كناش حنزعل هو ده عملت اللي عليها خلاص ما هو ده هو ده اللي احنا بنعلمه للناشئين هو ده اللي قالهولنا كابتن الكبار اللي كانوا معانا واللي قابليهم اكيد قالوا لهم كده واكيد انت سمعت مني ومن هدي خشبة ومن النجوم الكبيرة كده وانت لما جيت بقيت كابتن النادي لقال اكيد انت قلت كده لمتعب ولللعيبة الصغيرة ولحسن مصطفى وللناس اللي كانوا معاك وفي الجيل بتاعك واكيد دلوقتي حسن وهو مدرب بيقول كده وعمد متعب بيقول لللعيبة الصغيرة كده واجيال بتسلم اجيال هي الفكرة اقف قدام المراية وقول انا عملت اللي علي يعني اقف قدام المراية ما تزعلش من نفسك وولنا خلاص جريت في كل حتة ومودت نفسي صالح جمعة انا ما بتخيلتش صالح جمعة ضرب سبرينت في اخر دقيقة ورا الراجل مش طبيعة صالح كرة اطعت ورايحين اربعة على واحد لولا ان صالح ضرب سبرينت خمسين بيت صح كان الراجل مش بالراحة اوه وحطاه بكل هدوء الراجل من كتر اي كلام في السماء اتردلت جون لنا هي بس دي الروح لكن هي ممكن تيجي جون والرجل يجيبها ونصر حسن ضايل كنت واصلت الهدف التاني يا فبتن وعيدين كنت واصلت الهدف التاني حييجي انا ايه اللي كان مونا اسأله من وراي لا اصلا وخلاص كل اللي حولها كمقول لك الجونج اه اصلا هي بقى الطبيعة يعني هي بقى الطبيعة في العيدة النادي الاهلي اي حد بيشجع النادي الاهلي ان انت يعني بص بص حاجة صعبة فرحة الهدف كل ده عادي للنادي الاهلي بص بقى حاجة انا عايزك تشوف عمر برجات فيه اعادة فيها الدكة انا انا ما جيت هنا بطبع عمر شوفت اعادة الدكة كان فيها حاجة غريبة جدا انا دايما بعمل حاجة تانية كمان يا شادي يعني كل مرة بيتعادة فيها الهدف كل مرة بيتعادة فيها الهدف ببص على واحد مختلف عشان اعرف فبصت على تلت تربع اللعيبة اللي موجودة في الكادر يعني انت كله هيركز على عمر بركات بما انه هو اللي بس خلاص احنا شوفنا عمر بركات وقالع الفانيلا بص حسام غالي يعني بص حسام غالي بص ركز على حسام غالي كمل ادي وليد ازار ودي متعب ودي عمر بركات عادي سيب بقى عمر بركات بص حسام غالي جون كمل بقى بص 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 حسام غالي بص النطة بص النطة في الهوى يعني بص ركز على كل واحد لوحده سيبها مش شغيل بص بص كملها كمل بص بص بطير ليه لانه هو رد فعل بص عماد متعب بعد اما هيتشقل بيوء كدر تاني بص وليد ازاره هناك بص صالح جمعة كان مستعد ازاي الوحيق اللي مجريش أجاييه كان تعبان لا أجاييه أقول لك الحاجة بتتعرف أجاييه عمل ليه رحل عماد متعب هو وليد ازاره آه ممكن يعني الفكرة بص 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 غالي يعني فرحة طبعا فرحة أنا لأ فوقفي عشان أكاوري الكابتن وليد بقى بص العامل يا كابتن لا لا بص العامل ده طبيعة جهاز بص العمالي اللي على الشماء بص القف ده بص ساد عب حفيز بيجري فيه كمل بقى كمل بص بص ساد بيجري فيه الناس كلها جار يا يمين كمل كاب بص ساد راح فيه ها الناس كلها رايحة كده فرحة هو ده الاهل انت في الاخر انت بتحب النادي الاهلي بغض النظر عن انك انت مسؤول او مش مسؤول او لعيب او مشجع عادي اكيد الناس في البيوت فرحة نفس الفرحة اكيد اي حد بيحب النادي الاهلي فرح نفس الفرحة بس ايه الفكرة انك انت الاهم من كده ان لو لو ما كسبش النادي الاهلي ليجبرك على احترامه ده نقطة مهمة يعني دي نقطة مهمة عشان لقدر الله لو حصل حاجة بكرة او لو حصل حاجة في النهائي او لو الاستاد متأفل والنادي الاهلي خسر ما فهاش الكرة كده اعمل اللي عليك اعمل اللي عليك الرياضة كده وبعدين احنا بنشوف الثقافة دي عند الناس كلها ما ليس ريال مدريد مرقوة اربعة تلاتة من برشلونة عادي عادي واخدين تلاتة كده حلوين حادي والريال مش زعلين ولا حاجة فاش حاجة يعني عادي خبص اش عرد عليك نحنا كنا نديكه خمسة ولا ستة طيب عايزة اسألك سؤال تتوقع الكابتن حسان بكرة يشارك ناس من المجموعة اللي عندها خبرات شغل او لا ممكن اه انا قلت دي وجهة نظري انا وجهة نظري ممكن يشارك برضو برافو عليك فكرتيني بحاجة بتتألف في استوديوهات كتير حاجة مغلوطة وحاجة غلط اللي هي ايه اللي هي احنا فرقة واحدة فريق النادي الاهلي فريق واحد يا جماعة انتوا ليه بتقسموا الفريق نفسه الفريق فيه تلاتة وتلاتين لعب كلهم يستحقوا انهم يلعب ما تقوليش بقى اصل لو لعب الاساسي اللي احتياطي هيحبط اصل لو واحد بديل فهيجيله احبط عشان مركزه اصل اللعب الاساسي لا انت هتفرقهم هم فريق واحد خد بالك هو فريق النادي الاهلي فلعب عبدالله لعب صالح لعب هم فريق واحدة صح فما اوعى تروح للحتة دي وده دور الكبار اهكد عليها تاني انا ما عنديش حسام غالي وعماد متعب وحسام عشور كده اوانط انا ده دورهم وده الدور اللي احنا كنا بنقوم بيه واللي انت قمت بيه في الجيل بتاعك مع تريكة مع بركات مع الناس الكبار اوعى حد يفرقهم انت الناس دي تقعد كلها القايمة كلها ويجيبهم حسام غالي كده انت عارف انت بتتكلم عدى من قدام عناية دلوقتي فاكر الاجتماعات فاكر الاجتماع بتاع الترجل عدى موقف كان اللعيبة حسم الدورة بلاب ستة اسابيع وسبع اسابيع وفيه تماني اخدوا اجاز فالاهلي كان بيقابل اعتقد الاسماعيلي او الاتحاد السكندري لا 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 فيه مطشين بس كانوا فضلين في الدور الاتحاد كسب 3-0 انا اصد اخر مطشين قلنا خلاص رجعنا بقى وبدأنا ندخل نتمرن خفيفة وحن تدريبي متدرك فقابلنا هنقابل في الكاس الاسماعيلي والزمالي قبل النهائي والنهائي مباراة 2-0 الاسماعيلي في مصر وكان بيتقالك توقيت ده الكلام ده كلها وكان المدير الفني بيقعد معنا منوززكا بيقولك كلكم فريق واحد انا اللي بختار التشكيل انا اللي مسؤول انا رئيس الفريق فانا اللي اقول مين اللي يلعب بعيد بقى مين كان احتياطي مين انا عندي لعيبة بتلعب اقل وعندي لعيبة بتلعب اكتر صح وده كلام السهل وفي الاخر احنا فريق واحد انا عندي مثلا خبرات وعندي لعيبة صغيرة وعندي لعيبة تجمع ما بين الخبرات وما بين اللياقة البدنية وانا اقسم براحت وما لا ناس من مدير الفني النادي الاهلي اوعوا اللعيبة يسمعوا او يشوفوا حاجة زي دي مليش دعوة بالناس اللي بيقول ايوة وبعدين فريق واحد هو اللي كسب البطولة العربية الاهلي اللي كسب البطولة الافريقية الاهلي او الزمالك هو فريق لكن مش افراد هما بيقولوا ما بيجوش كده يقولوا ايه اللي كسب الدوري عبدالله السعيد زائد حجازي ما بيعملوش كده بيقولوا الاهلي كسب الدوري كابتن وليد مين اللعيبة اللي موجودة في الفريق ومسكت في الفرصة اللي اخدت أزاجنرال يعني في العموم كله يعني أجاية واحد من المبهرين واحد دلوقتي هو بقى له قد سنة كل جمهور النادي الآن دلوقتي ما تقدرش تستغنى عن أجاية محطة بيلعب راسخار بيلعب يلعب تحت الفرودة وقف على رجله أكتر إشادة تاخدها في الدنيا من زمايلك لأن زمايلك اللي شايفينك واللي بقى عجنينك وخبزينك وشايفين التمرينات وشايفين أنت بتعمل إيه في التمرين وشايفين أنت بتلعب مصاب ولا مش مصاب وإيه إمكانياتك وقوتك في الفرقة أجاية واحد من اللي يمسكه في الفرصة بشكل رائع كنا نتمنى تعرفت محمد نجيب عمل إيه المباراة اللي فاتت تعرفت واحد برضو من الرجال بص محمد نجيب برضو نموذج يحتزى بيه بصراحة محمد نجيب كمان بيدرب مثال لما بعد أن أنت لعيب مهم ولعيب خبرة ولعيب إمكاناتك ويسا بيدرب بيعدي كل ده إن أنا بكل التاريخ ده لما أععد احتياطي ما بكلمش وجدع وراجل ومركز مع فرقية ده درس تعرف كابتن وليد المطش اللي فات كان مصاب يه بنشطين وليه مشط تاني كله مصاب صراح راجل هو لو تغير كان بيسخل محمد هاني لو تغير ما كانش ينزل عمر بركات تغير التال صح ولا شوف التفاصيل الناس ما تعرفش الكلام ده إزاي ألعب وأنا مصاب على رجلي شوف فرقة مع تغييره في آخر 8 دقايق هو اللي جابت الجول فهي الفكرة كلها هي روح الفريق يعني خلينا نقول في ناس كتير مسكت في الفرصة سعد سمير واحد من الناس اللي ما ابتدوش ابتدح جازي ورامي ربيعة سعد دلوقتي لغنى عنه في تيم النادي الأهلي ما شاء الله شيفلد يونايتد وسامعين أرقام ومنتخب مصر يعني واحد مسك في الفرصة مسك في الفرصة بجد واحد من اللي أنا عايزة حييهم حسام غالي حسام غالي في البطولة متقلق تقلق غير البطولة حسام طلع برا التشكيل الأساسي هو واحد نموذج حسام غالي من حوالي 10-15 مباراة هو مش موجود هو موجود حسام عشور والسولية حسام بيلعب على فترات يعني حتى لو موجوده جاهز اه ممكن ما يكونش موجود من بداية المباراة لكن واحد بيدي درس واحد بيدي درس كابتن فرقة وزي ما احنا كنا بنلعب كان بيعمل هادي كده وكنت بيعمل أنا كده الدرس اللي انت بتديلي اللعيبة مش بمش بإمكانياتك بس هي بأخلاقك أولا يعني أنا عماد متعب مهم جدا 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 انه لازم يقوم بالدور ده على أكمل وجه نجم كبير والله يكون فعون وفيه ضغوط وفيه كل حاجة بس هو مجبر انه يقوم بالدور ده كابتن من كابتن من النادي له لعبت ما لعبتش قعدت خرجت بره لسكور ففي الآخر أنا قمتي زي ما هي عمر التاريخ خلاص ما بيخلاص بص حسام غالي بص سبرينت في الدقاءة الأخيرة وبص اي واحد هنا اوقف هنا اي واحد هنا كعبل هيقعد بقى يعوك ويقولك لا ده اصلا انفراد طبا ملم البرة طبا ملم كمل بقى كمان كمان بس هي توبها ايه احطها في اللي فش لازم باص لو عمل حاجة حقرتك ورد واحدتاني هيقولك اخذ على البعيدة وقف وليف وانا لازم انا اللي اختمها ولازم انا اللي فنش لا هو بص ده الصح بتاعها لمسة واحدة والراجل شايف سأقولك الى حاجة في ناس كتير الفينيش ده صعب جدا للناس ممكن تستسيلها الفينيش ده هتشوفه في الاعادة دي هتوضح اكتر طبا فيها ثقة في النفس طبا فيها تركيز فيها اللي انا واقف بس فيه تيكنيك هو حتطهله على شماله ايوه هو عارف هو بيلعب من اسوس في حاجات تفاصيل يا شادي انت طبعا الراجل برضو تعتبر محلل وفهم الحاجات دي انا ممكن الراجل ده بيلعب بشماله انا ممكن احطهله على يمينه بالطب وعمره ما توته اه فهي لانه هو اليمين بتاعته اضعف ايه فرق اللعب بين اللعب واللعب يعني ايه قيمة صالح جمعة ايه قيمة مثلا عبدالله السعيد ايه حسام غيالي ايه قيمة مثلا ايه قيمة اللعب للجنبي وسهلك مأموريتك بنسبة كبيرة جدا انا النهاردة انت لاعب بتلعب بشمالك احطهلك على يمينك ليه طب وفين الفرق بين اللعب واللعب وانا بديك الباص يعني وانا بديك الباص يعني بص مثلا الكعب بتاع عماد متهد هي الفكرة الفكرة مش في الكعب نفسه ما اي حد يفكر في كده واي حد كرة جايله من هنا وعارف ان هيك هنا مقفولة هيلعبة بكعب وليد اقول لك الحد في اللعبة دي معلش انا قطعك انت تعرف لو راحت هو بشماله قوي جدا وهو يمتاز بالتزديد تعرف لو راحت على شماله أسان مكادش تبقى جون بتاع عمر برقات ايوة ما هو هيلماه التريقة راح طبعا تعلم عشان يفتح كده لو هو بس ايه الفكرة في الكعب بتاع عماد متهد هي كل خلاصة الكعب ده مش انه هو خد قرار الكعب لا انه هو يحطها صح بالراحة ما يتكعبلش فيها مايروحش يحطها بكعبه في نفس الاتجاه فتيجي ورا او يطمع على الجل واحده او خلاص هو خد القرار لكن هي الفكرة كمان في التنفيذ يعني ايه اللي بيفرق بين صالح وبين لعيد تاني صالح جمعة هو اه بص يعني هات مثلا الهدف لو عندك الهدف بتاع الزمالك الاهل في الزمالك الاول صالح جمعة عملها الاجايه واجايه عملها الوليد سليمان ايه الفرق بين صالح وبين لعيد تاني ده حاجاتك قولك انا لعبت معاك بقى حاجاتك اللي هي اللي هي العفل بالمسترة بص بص ارجع تاني ارجع تاني معلش ارجع كمان كمان بس بس ممكن الكعبل فيها ممكن يحطها تغبط في رجله تانية تروح للرجل الأصف ممكن يحطها بكعبه بس تروح خطوطين برا عمر بركاته فيضطر يرجع تاني يستلمها هي أهاله خفيفة وهنا وهو بيلم وقف برضه هو ممكن يبصيها الأجاية ممكن يبصيها لحسام غالي أجاية هنا في الكدر ومتغطي وممكن يحطها أي الدنيا كلها بتتساهل بالكسافة العددية لو عديت هتلاقي خمسة أهلي ضد أربعة مع أن النصر هو اللي عايز يتعادل يعني النصر حسين ضاي عايز يتعادل وبيلعب بكسافة عددية لكن أنت كان عندك رزك عالي قوي من كابتل حسام البدري تغييرات هيلة رائعة بيلعب قول نقول كل في الكل يعني من خلاص أنا طلعت برا البطولة فحتى لو اتغلبت أو من هجمة مرتدة دخل فيها جون مش فرقة لكن هو ده الكلام الصح ده اللي بنشوفه في أوروبا وأي فرقة بتبقى محتاجة المكسب بتعمل كده المباراة كان فيها كل الأمور أكثر من رائعة كابتن وليد ده هسألك على وليد أزارو وطريقة اللعب اللي بيلعب بيها النادي الأهلي بكر من وجهة نظرك أنت الشخصية بس تستأذنك هنروح نشوف جماهير النادي الألي توقعاتها أيه الماتش بكرة ونرجع نكمل حوارنا مع نجمينا النهاردة كابتن وليد صلاح ترجمة نانسي قنقر المباراة كانت صعبة شوية بس إن شاء الله الأهلي حيكسب إن شاء الله إن شاء الله نعمل ماتش كويس ونتيجة على ربنا بإذن الله أتمنى أنه الأهلي يكسب إن شاء الله إن شاء الله يكسب تارتا عمر بركتي دخل اتنين وعمر ميتر بيدخله إن شاء الله الأهلي حيكسب أكيد إن شاء الله هنكسب إن شاء الله هنكسب والأهلي هيكسب نتيجة كبيرة كمان لعبنا مع الفرق قبل كده خلاص فهمنا الفريق اللي قدامنا يعني إن شاء الله نكسب متوقع لا أعب فيه تغيير عن الأهلي عن المطش اللي كان في دوره مجموعات لأن فيه لعيبة أساسية بتاها الترجع زي مؤمن زكريه وعبدالله سعيد فهيبتدي لعب لعب أساسية مش لعيبة اللي احتاطية يعني أملكها كان بيلعب عمر بركات وكده ودي عيبة برضو تعتبر إيه صغير فلأ فيه تغيير في النادي إن هو عيتي دي لعب عيبة أساسية لأو مطش يبقى مختلف وابتدأ الأهلي أصلا يهتم بالبطولة أكتر يعني من خلال المطش الأخير واللي حاصر في نهاية المطش الناس تهتم ببطولة الفرق عليها أكتر فيكون مطش حلو والله أنا شاف المباراة يعني الأهلي بعده مش فاردة كله في البطولة العربية يعني يعني ممكن يعمل بوك نتيجة إجابية إن شاء الله يعني بس هو طوان الفريق فايصال الفريق تقيل يعني هو يعني إن شاء الله نقدر نكسب كده على حتى رواحد سفر بس يعني قال نكسب يعني إن شاء الله نزوي الفريق اللي بيلعب سبعة أساسيين مرايحين أو ستة مرايحين فكويس يعني نحن عدينا المرحلة دي إن شاء الله ربنا بفاقنا بفاق الرجاء دايما مع الأهلي متفقلين خير ودايما هو بيرفع رأسنا ودايما هو مشرفنا ودايما إحنا شايفين في فريقنا والكباتين بتوعنا متواسين فيهم دايما كل خير وإن شاء الله بإذن الله يعني يبقى ماتش كويس ويبقى صالحة إن شاء الله بإذن الله و Cheryl الفريق التي تؤثرها كويسة بالبطولة وفي أول ماتش بالنسبة لنا كان لصعب للنسبة لغياب حسام البدري وإن شاء الله الأهله هيكسب من بطولة تفاولي بالفريق إن شاء الله للنتيجة لصالح الناد الإهلي ويوصل للنهاية إن شاء الله بإذن الله تعالى ومش هنسبة إلى أحداثه نقول إن شاء الله البطولة بتاعتنا بس يعني المطش ده يعد إن شاء الله ونكسبه وبنتيجة كويسة إن شاء الله بإذن الله لا الأهلي طبعا المرات هياخد باله يعني ليلد غموه من جهر المرتين اتغلب المطش الأولى مع أنه كان مسيطر على المطش تماما واتغلب بيكون يعني بايلق إنما المرات إن شاء الله ياخد باله وبإذن الله ربنا يسهد توقعاتي إن شاء الله بالفوز لأن النادي عمل مجهود كبير جدا وإن شاء الله يبقى فيه فوز وصنصا إن الكابتن البادري عمل مجهود كبير جدا وإن شاء الله يكسبه بإذن الله برحب بحضراتكم الجديد ونوصل حوارنا مع نجمينة النهاردة كابتن وليد صلاح الدين كان مهم جدا نسمع عراء الجماهير قبل ما نسمع الكلام الاتقال وتوقعاتهم من براء كنت بس أل حضرتك تقييمك لوليد أزارو في المباراتين اللي شارك فيهم طبعا مشروع مهاجم متميز واضح بيلعب ألعاب الهواء بشكل كواس قوي بيتحرك كواس قوي بيتحرك بالعرض كواس قوي ما شاء الله بيدخل في كل كورة وبيشارك في كل كورة ودي مهمة جدا للمهاجم لكن في الآخر هو محتاج هدف هيفرق معاه طبعا هيفرق معاه وهو محتاج كمان يعني ما يبقاش حاطة دي في دماغه قوي لأن أنا حسيت بدأت في المبارات الأخيرة واضح أنه هو يعني مركز قوي في أنه يجيب جون فهيبقى كل ما اضيع منه واحدة هيبقى زعلانة أكتر هيتأثر أنا مش عايزه يتأثر عايزه يلعب عادي وإيه هتيجي صح ما فيهاش مشكلة بس هو وليد واضح أنه هو يلعب مهاجم وحيط عبر عن نفسه كابتنان عبر عن نفسه باستثناء الهدف لازم أقول يعني لازم نقر ونعترف أن المهاجم الصريح جون يعني بص إيه اللي خلّكه لبالي الناس كلها تحبه بسرعة إيه اللي خلّ إيفونا إيفونا ما شاء الله 13 هدف مع النادي الأهلي وجيه بيهدف على طول طبعا غير هدف الزمالك ده طبعا يعني خده ودف حتة تانية خالص بس هي الفكرة إن خد بالك لازم تبقى هداف فهي هتيجي إن شاء الله لكن هو بتحرك كواس أوي بيحضر كمان عاجبني فيه إنه بيحضر لزميله كواس أوي أوي يعني كلما كرة تروح شمال أو يمين أي كرة بالعرض بيروح سندها بتعب بيعمل حاجة كمان رائعة اللي هو بيسندها وسبرينت جوه السندوق يعني مش بيلعبها ويقف وبيريحها كويس جدا وبعد كده بيجري الجوه السندوق هو خامة كويسة ومتعاون مع زميله وماشاء الله مشروع مهاجم يعني قوي جدا للنادي الأهلي بس إن شاء الله بإذن الله ده دور برضو عبد الله ودور صالح ودور حسام غالي إن إزاي الرجل ده يجيب جول الدور ده بقى يعني أنا كنت بقى قوم به في الجيل بتاعنا وبعد كده التريكة كان بيقوم به في الجيل اللي بعده وقابليها كان نجوم كتير بتقوم بالدور ده اللي هي فكرة صانع الألعاب لما بقى جاب صفقة جديدة وعايز أديله صح مين اللي هيوديه لازم عبد الله بقى عبد الله يعني عبد الله دي بتاعته صالح بتاعته أعمل الناشوط وكرغة واروح محطه له خلصانة أخلي الرجل ده يجيب جون يعني انت عارف فاكر كنا بنساعد زم يعني دي بص عندنا في الهاي لايتس دي لو يجيبها لنا على الشاشة دي لو سندها هو كويس لو سندها كويس أيوة دي أقفه هو بيسند أقفه هو بيسند هو كمان ارجع ارجع بس بس هنا لما يجي الكرة جاهله كده يسند علي مينو مش على شماله لأن كل مش اللعبة عادة عشان الكابتن وليد كل الزحمة هنا سندع على شماله فبقت الزحمة لو علي مينوك ممكن يلحقه الأصفر لا 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 فيش حد يلحقه خالص هتا في الكادر العادي هتا في الكادر العادي كده جماعة اللعبة هو خايف هو جاي هو خايف يكون حد في ظهره لكن هو لو لو بقى حاجة اسمها شامي من خطر أو حاسس حاسس بالمكان لو حاسس بالمكان يسيب الكرة دي سنة يمين يبقى كادر الجون كله هيتففه تعف لو السندة جابها بالجنب شوية كان لازم تبقى قدام مرافو علي لو سندة عايز لعبها بالشمال كانت تبقى لقدام شوية وعلى طرف سنة يعني الكرة دي لو على الطرف شوية هتبص تلاقي كادر الجون كله تفتح إيه اللي عمله عمر بركات مش عمر بركات كان يقدر شوك هو لما عمل كده الجون كله بقت البعيدة فاضية والدايقة فاضية فغصب عن حرس المرمى مش هيعرف بص بص هنا بص أفل الكرة على نفسه برافو عليك حلو الكادر ده قوي ارجع ارجع كمان ارجع بس هنا كرة وهي جياله لازم ياخدها على على يمينه يمينه هيتفتح له الجون الزويتين يتفتحوا فيخاف فممكن يجي على الدايقة لان لو جد في الدايقة هتتحسب منه هو ومدرب حرس المرمى هيلومه هو فهيسيب لك اللي ايه البعيدة مفتوح زي بتاعة عمر بركات وعمر بركات ناس كتير قوي تقول لك ايه لا الجون يتحمل لا ما يتحملها لان لما عمر لما كده بقى هو غصب عنه لازم يوقف فغصب عنه ممكن تتحط في القريبة او في البعيدة انت فاهم ايوه هنا كادر حلوة اوي هنا مقفلش كده لا افتح بطن رجلي افتح بطن رجلي عشان ابين الجون كله بص هنا الجون مستريح لانه خلاص هيميل شوية على الدايقة والمسألة هتبقى صعبة على وليد عايزة بقى توجيه ساروخ في البعيدة هتبقى صعبة بخبرة وليد صلاح الدين طريقة اللعبة اللعب الالعب بها بكابتن حسام هل هيبقى ضغط من البداية من من بيضغط على السردباكات والاطراف ولا هيبقى تلتين ملعب ولا هيلعب في بداية الشوت في نص ملعب لا انا عايز هدوء في المباراة دي مش عايز اخدها بشخصية الانتقام والصقر وروح لا مباراة تمتد الى 120 دية لازم ناخد بالنا كويس قوي نقسم المباراة طبعا كابتن حسام مدرب كبير وعارف الكلام ده كله بس ادخل المباراة بهدوء وقسم المباراة ومهم جدا ان انا اعرف ان انا محتاج جدا اجيب جون بدري او اجيب انا جون الاول مش لازم بدري لكن عندهم واحد من احسن حراس المرمى في البطولة معتز ياسين هو احسن حراس المرمى في البطولة ان لم يكن او ان كان للشناوي رأي اخر في المطشين يعني لو الشناوي كمل قبل النهائي والنهائي ممكن بيبقى حراس المرمى غالبا من الفرق المتوجة ويستحقها لكن لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها معتز ياسين احسن حرس في البطولة وشايل شايل فريق الفيصالي وحرس مرمى رائع انا مهم جدا ندخل المباراة بهدوء بهدوء مش متوتر مش 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 مصربع ان انا اجيب جون هجيبه بالراحة ادي واحد الطريقة اتنين اربعة اتنين تلاتة واحد الكابتن حسام ما بيغيرهاش ومعودنا عليها دايما اربعة اتنين بيغير اسلوب الضغط بس بيغير اسلوب الضغط اشوف ان الاهلي برضو يعني ممكن اول خمس دقايق بس كتخضى مع الجمهور مع الملعب وبعد كده لازم هرد تلتين ملعب مش نص تلتين ملعب علشان برضو احسسوا من انا على طول ضغط عليهم وفي نفس الوقت اربعة اتنين تلاتة واحد اكيد فيه واحد من الديفندرات بيكمل وبتتقل بالطريقة الاربعة واحد اربعة واحد معرفش حالة اللعيبة اللي كانت مريحة حالتهم ايه لكن لو موجود حسام عشور حسام عشور هو اللي قدام اللي اربعة الديفنس وهو اللي بينظم حتة من انا باخد من الباكليفت اودل الباكرايت واخد من الباكرايت تدوير اللعب تدوير اللعب والحفاظ على استحواز على الكرة وبيبقى معاها حسام غالي او السولية او عبدالله السعيد دول اللي بيلعبوا على قدام دول رسك الهجمة دول اللي هو برضو فيه ناس كتير بتقولك ايه اصد الكرة تقطعت منه عشر مرات يا حبيبي في العشرين مرة اللي الكرة جات له هو على طول بيلعب لقدام فهو بيلعب يعني كرة لو راحب جون او تتقطع ففيه ناس بتلعب على الرسك منهم صالح منهم حسام غالي منهم عبدالله السعيد الباصل اللي فيه مخاطرة اللي هو المفيد خاصة الكلام ما هو انت في الاخر بتقابل فريق بيلعب جيم دفاعي فانت بالعقل كده انت عندك اربعة وحسام عشور ادي خمسة تحت خط الكورة خمسة يبقى انا فاضل لي خمس لعيبة الخمس لعيبة دول بيدفع عليهم تمانية وسعب تسعة فازاي الخمسة يخترقوا تمانية لازم يبقى فيه مخاطرة فيه رسك في الباص واحد بتحرك مؤمن زكريا يجي كده فيطلع علي معلول فانا اختار بقى يا مؤمن زكريا الجوة يا علي معلول ده كل ده فيه رسك لكن لو عدت هجمة لو ما عدتش تقطعك فيه ناس بتلعب على الامان وفيه ناس تلعب على المخاطرة اربعة اتنين تلاتة واحد اظن ان فيه بعض العناصر من وجهة نظري لازم ترجع زيح ماتفتحي دوره مهم جدا الفيصالي ما كسبناش كرة بس كسبنا كرة وبصلاحة ادونا علقة لان كل كرة مشتركة كانوا هم اللي بياخدوه وكل كرة فيها قلب وعنف كانوا هم اللي بياخدوه دي عوضها لك احمد فتحي الروح دي لازم لعب واللعيب اللي عنده روح اوفر بيعدل لجنب لازم لازم لعبت النادي الاهلي تدخل المباراة وهي عارفة ان الفيصالي بيدخل مستر نيبوشة ده المدير الفني رائع رائع مدرب كواس قوي بيدي روح وبيقسم المباراة كويس واللعيبة بتلعب باستماتة عارف انت كنا بنقابل فرق كده زمان يعني يقول لك اول ربع ساعة انزل في الكورة المشتركة نعم وهم التسعين دقيقة اقوية جدا فانا مش هينفع اقابلهم كده وكش لا في ناس وفي ناس كده في ناس لكده وفي ناس لكده اه عبدالله ممكن نشير رجله فيش مشكلة صالح ممكن نشير رجله لكن رحمة الفتحي ما بيشيرش رجله هنا بقى بيبقى في ناس برضو لا انا محتاج الالتحامات اخدها كرات المشتركة اخدها مهم جدا الكرة التانية انا النهاردة من نجيب او من رامي ربيعة بحط مثلا على وليد ازارو او على اجايق الكرة لما هتنزل هتنزل تروح لمين ده البروح وقوة واندفاع واليقبة بدنية فانا شوف فتحي عشور مهم اوي عبدالله السعيد مؤمن وجه نظر ان فيه اربع خمس عناصر لازم يدخلوا عندهم خبرة كبيرة اوي خبرة دولية بس برضو في الاخر انا معرفش حالتهم فما اقدرش يعني مش شايفهم قدامي عشان اقولك وجه نظر انا هيدخلوا ولا لا انا معرفش مش عارف حالتهم بعد الاجازة ايه اجاز الفاني هو المتعايش وشايف اه معرفش هل الناس دي رجع يعني خادت جرعات تدريبية لياقة بدنية عام ما ظنش من الاهلي عامل ماتش ودي ما ظنش اه فبالتالي اللعيبة دي هل هتدخل من الاجازة على المباراة ده بقى كله يحسيمه كابتن حسام البدري لكن من وجهة نظري لو اللعيبة دي بلغة الكورة كده اه في المستوى بتاعها وفي حالتها البدنية والفنية لا يكونوا موجودين واخد الماتشين دول عشان انا عايز اجيب البطولة دي اللي احنا كلنا تطمعنا فيها كابتن وليد الوقت يجري معك جدا جدا جملة او حابب تقول ايه في الاخر كابتن وليد فضل بص يعني يعني الحمد لله الحمد لله ان الواحد اهلاوي فعايز حاجتين رقم واحد احب اوي 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 حاجة اسمع رد الجميل لما يكون النادي بتاعك مفرحك دايما لازم في وقت الشدة تقف جنبه صح مهم جدا ان احنا من يبقاش حاجة اسمها ايه يعني من يبقاش نكرين للجميل يعني يا جماعة بمهور النادي الاهلي دايما معودنا واحنا تعلمنا كده منه وبرضه بنفكر بعض للذكرى بس او للتذكرة ان يا جماعة في كل الاحوال احنا بنحب النادي الاهلي ونسنده فلما يبقى النادي ده والفريق ده مفرحك لما يتغلب او يحصل له انا بقول الكلام ده دلوقتي تعليقا على السنة اللي الاهلي خسر فيها السنائية دوري وكاس لا لازم نقف جنب النادي الاهلي ماينفعش فريق مفرحك كل السنين دي وتيجي لكبوة او لبطولة او اتنين او تلاتة او سنة او اتنين او تلاتة ان انت تنسى ده كله دي نقطة نحطها بقى بصمة عشان تبقى معنا على طول ان شاء الله انا بقى في جنب فريقي في الحلو وفي المر وهم الجماهير المحترمة بيقولوا كده على الحلوة والمر دي حاجة الحاجة التانية جماهير النادي الاهلي زي فريق النادي الاهلي مش عايزينه يتفرق زي ما احنا بنقول على الجماهير على الفريق مش عايزين حد يفرق الفريق احنا برضو مش عايزين حد يفرق الجماهير الجماهير اللي تيجي تيجي بأي انتباء وتيجي بأي يعني يعني يجو جماهير عادية يجو ألترس يجو ستات من البيوت يجو أطفال هو في الاخر انت رايح تشجع فريق الاهلي فأتمنى أن زي ما أنا خايف على الفريق أنه يتفرق كمان أتمنى من الجماهير أن هي تلم بعضها ما فيش حاجة اسمها مجموعة مش هتشجع النادي الآلي عشان هي شايفة كذا أو مجموعة هتروح بس مش هتشجع النادي الآلي أو مجموعة هتروح تشجع بس هتروح شجع بثقافة لا إحنا فيه 25 ألف اللي يروح الملعب جنب النادي الآلي وهم قدوا درس خصوصا في مباراة نصر حسين داي لما دخل الأهلي في هدف شخصية الأهلي وجمهور الأهلي العظيم إلعى بأهلي كنا سمعين كلنا وبالتالي الأهلي رجع لمباراة بجمهوره لعبته وبهازه وهي دي وحدتنا وفي الآخر أكبتشادي 25 ألف دول ممثلين عن جماهير الأهلي في كل أنحاء العالم هم ممكن يكونوا 25 ألف مثلا ما بيعرفوش يشجعوا تشجيعوا واحد لكن هو كل روحهم مع النادي الآلي وبيحبوا الأهلي ونفسهم الأهلي ممكن اللي يسكت ممكن اللي تيجي عليه بصدمة ممكن اللي يجي يقعد يسرخ بس في الآخر إحساسك ونبضك وصل لهم وصل للعيبة ووصل للجهاز الفني وإلا ما كانتش تبقى الفرحة كده ده كل الناس جير يتيمين ويسابع ما يسجرش بال كابتن وليد صلاح الدين شرفتني ونورتني من أصدقاء المحترمين الأجيال اللي ما شفتكش وانت بتلعب انت واحد من أفضل لعيبة في تاريخ النادي الأهلي لللمس وكرة القدم العيد جماهيري جماهيرك بتطلب واللي وليد صلاح الدين يبقى موجوده ودي حقيقة وانا شاهد على الكلام ده كله كمان كلامك في الكورة انا بستمتع به ومبسود بوجودك معك كابتن وليد شرفتني نورتك حبيب يا شادي ربنا خليك متعلق دايما شكرا وكنت سعيد ان انا معاك في بيتنا وان شاء الله بإذن الله بكرة افوز للنادي الأهلي وانفرح جماهيري الأهلي كلها ده كان حوارنا مع نجمينا النهاردة كابتن وليد صلاح الدين اتمنى يكون عجب حضراتكو وكمان طول ما فيه روح فنلة النادي الأهلي فيه زي ما كابتن وليد قال من شوية واكدنا على الكلام ده بعد المباراة اللي فاتت المباراة ننساها بحلوها بمرها بكل حاجة كات فيها النهاردة دي مباراة جديدة طموحنا زاد بسبب الجهاز الفني واللعبين مطلوب روح فنلة النادي الأهلي الكورة المشتركة اللعب على البطولة وليلعب يلعب المهم الأهلي يكسب كلمتنا المعتادة عندنا سكاة كاملة في اللعبين الرجالة والجهاز الفني المحترم للنادي الأهلي وقبل ما اختم عايز اقول كمان جملة أخيرة عندنا بطولة عربية عندنا بطولة أفريقيا عندنا كاس مصر وما فيش حاجة اسمها بند التمن سنين اصطنا عينة دي قوي فما فيش حاجة اسمها بند التمن سنين واختم زي كل يوم المجد كل المجد لشهداء النادي الأهلي وتصبحها لألف خيام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة